تتزايد معاناة النحالين على نحو غير مسبوق في محافظة الحديدة كغيرها من المحافظات التي يتنقل بينها النحالون هنا بالقرب من مركز المحافظة في هذا الوادي يحط ملاك النحل رحالهم ينصبون مناحلهم لغرض رعايتها وتربيتها ومن ثم انتاج وبيع العسل في واحد من اكثر المواسم كسادا تسببت به الحرب تشتهر اليمن بانتاج العسل عبر هذه الطرق التقليدية التي تضيف قيمة على جودته ومذاقه لكن هذه الطريقة تواجه ايضا معوقات كثيرة باتت تعترض انتاج العسل بعد ان اصبح مجرد الحصول على لقمة العيش امرا بالغ الصعوبة حتى لمن ينتجون الاذ مذاق على الاطلاق حيث باتوا يعانون من صعوبة التنقل لتوفير بيئة ملائمة للنحل مع تدن ملموس في تراجع الطلب على انتاجهم جراء ظروف الحرب الذي الحقت الاضرار على مختلف الجوانب ونتيجة لكل هذه الظروف القاهرة اضطر بعض النحالين لبيعها بينما هاجرت بعضها الى اماكن مجهولة نتيجة ضعف الاهتمام وصارت تجارة العسل مجازفة بلا عوائد مجدية موسيقى